تحفة معمارية فريدة تتوسط وادي حضرموت يعود تاريخها إلى العصر الحميري وتقع على مدخل وادي دوعا إنها مدينة الهجرين التاريخية أرض الشاعر إمرو القيس وإحدى أقدم المدن اليمنية في العام 2006 بذلت الحكومة جهودا كبيرة لضمها لقائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو إلا أنها لم تتم فالهيئة العامة للآثار والمتاحف بسحل حضرموت وبالتعاون مع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية سعايا لمحاولة ضم المدينة إلى قائمة التراث العالمي هناك جهود سابقة في ضم هذه المدينة التاريخية من ناحية التاريخ ومن ناحية العمارة الطينية المتميزة ومن ناحية موقعها المتميز في منتصف الوادي الجهود السابقة لإضافة هذه المدينة لقائمة التراث العالمي نحن اليوم في الهيئة العامة لأثار المتاحف أيضا وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لحفاظ المدنة التاريخية نسعى إلى تجديد هذه الحملة من خلال الحملة التي تشناها مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة العامة لأثار المتاحف هذه المدينة جزء من العمارة الطينية في وادي حضرموت تمتاز بمنازلها الشاهقة والجميلة المتقاربة والمتلاصقة التي تنسجم مع لون الجبال الشامخة من حولها فقد تمكن مهندسوها من بنائها بمواد محلية من الطين ومادة التبن وهو الأمر الذي يجعلها مؤهلة للانضمام لقائمة التراث العالمي الهجرين من كلمة هجر وتعني المدينة كلمة هجر في النقوش اليمنية القديمة وتعني المدينة وهي تحفة معمرية فريدة ونلاحظ من خلال الناظر إليها أنها كالجمل البارك أو كالجزيرة في وسط الوادي هذه المدينة الهجرين يجب الحفاظ عليها لأنها تحفة معمارية فريدة بذات النمط المعماري المتميز ثلاث مدن تاريخية يمنية تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر وهي صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت كما أن هناك تحذيرات من شطبها من القائمة بعد النداءات التي أطلقتها طوال السنوات الماضية للاهتمام بهذه المدن وإزالة كل ما يشوه جمالها وطابعها التاريخي القديم حدد سعد قناة بلقيس من مدينة الهجرين التاريخية